موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محمد ترامين اليوتيوب هنتكلم مع حضركم من نهاردة في قضية من اغرب القضية كتير بنقول لحضركم ان الود او المعاملة الزايدة عن حدها بتتقلب لضدها ايه اللي حصل لمروح حافظ بنت العشرين سنة اللي من مركز قطفية محافظة الجيزة لما جزء خالد المكار رجع لها البيت بعد قدام المغرب على مراجل ما خلص شغله لقاها ميتة يا طرى مين اللي عمل كده في العروسة اللي ما بلقاش اكتر من سنة او سنة ونصف متجوزة طبعا رجال النيابة بدأوا ان هما ينشروا المصادر السرية والتحريات علشان يشوفوا فيه خلافات او الزوجة لها علاقة محرمة مع حد ولا لا مفيش الكلام ده خالص طبعا اللي زود الحيرة لرجال النيابة ان ابواب الشقة مفهاش اثار عنف يعني اللي دخل عارف دخل فين وبيعمل ايه وكمان من المؤكد ان تكون مروة هي اللي فتح الباب بدأت رحلة جديدة وكبيرة من رحلات البحث علشان يعرفوا مين المبتهم واللي كان مفاجأة لكل الناس واثار الصدمة لكل الناس اللي يعرفوا مروة ويعرفوا زوجها كمان اللي هو خالد ففضلا ليس امرا لو حلقة تتمل معنا على الحال النهاية عدد المشاهدات الحمد لله بيكون كتير لكن اللي اللي بتكون قليلة واتكون مفاجأة الصدمة من هو الجاني في القضية دي ويلا بينا نبتدي الحكاية حكاية ابتدت من عند مروة اللي ولدها اتوفى يمكن من عشر سنوات الكل كان بيحسد مروة على جمالها وادابها واخلاقها مروة جوزت في المنطقة اللي هي تولدت فيها وتربت فيها الكل كان عارف ان مروة دي مؤدبة وعلشان كده لما حصلت الجريمة وبدأ يعني المصادر السرية طب مروة لها علاقة بحد الناس كانت بتستصعب القصة او بتستصعب الحدث مروة طول عمرها مؤدبة طب ايه اللي حصل لمروة يا جدعان علشان تموت بالشكل ده طلقتين واحدة في الراس وواحدة في الصدر مين اللي عمل فيها كده علشان يبدأ خط جديد من رجال المباحث طيب هنا بقى رجال المباحث وصلوا من خلال تليفون مروة طب التليفون فيه ايه التليفون فيه رسائل ما بينها وما بين شخص لكن مروة ما تعرفوش شخص غريب يعني مروة كانت على علاقة بحد يا جدعان وجبته لحد شقتها ويه حصل اللي حصل لا ده كانت المفاجأة الكبيرة ان مروة جات بعد الزواج بقيمة 7-8 شهور كده لها الشخص بيتكلمه طب الشخص ده مين؟ مجهور طب الرقم مين؟ مجهور برضو طب المحادثات اللي على تليفون مروة كانت المحادثات بقى بتدل على ايه بقى؟ او المضموم بتاعها ان انا بحبك ان انا بشوفك كل يوم انت نفسها كذا وانت بتاخلي كذا فده كان مرحلة استغراب عند مروة يا طرى مين اللي عارف اسرار بيتي؟ يا طرى مين اللي عارف كل كبيرة وصغيرة فاسرار البيت لكن الجريمة اكتشفت منين بقى الجريمة اكتشفها رجال المباحث من خلال الرقم بتاع التليفون طب الرقم بتاع التليفون اساسا مش مستجل في الشركة يعني رقم بدون بيانات لكن طبعا فطنة الرجال المباحث فضلوا يبحثوا على السيري النمبر بتاع الرقم ميتبع لمين؟ قال له ميتبع لمين؟ لحد موصلوا صاحب المحل انت بايا الارقام ده مين؟ فانا طبعا صاحب المحل كان برضو عشان السرقة والجرائم والحاجات ده كلها كان بيبيع الارقام بدون تسجيل اسماء فانا طبعا كان كل رقم يبيعوا لأي حد ياخد منه ترى مين بقى اللي اشترى الخط ده صدمة كبيرة جدا علشان يكون القاتل في العضية دي؟ احمد. احمد شقيق خالب الشقيق الصغير لخالب اخوه اخوه هو اللي قتل مراته؟ طبع عشان ايه؟ يطرى السرقة ولا عشان كدنسة ولا حاجة؟ لا ده بقيت خالص عن اللي انتم بتفكروا فيه اخوه طمع في امراته. يعني ايه؟ يعني المفروض ان مرات الأخ تكون زي الاخت بالزبط وهو اللي يصنه هو هو اللي شراف هو اللي حافظ على عرض اخوه في غيابه لكن احمد ما عملش كده طب احمد عمل ايه بقى؟ ولحده تبتدت مين؟ لو صلت معنا لديها دي ما تبخلش علينا باللايك. هنا طبعا احمد بقى لما اخوه تبيوز وكان فرحان بيه وكان في بداية بس ونقول لحراركم ان المعاملة او الود ازاي ده عن حد ويتقلب لضده. خلاص مروة بتحب توجب بقى ايه؟ قريب جزء. فعلشان كده احمد لما يخش عند خالد بيسمع ماتشة او بيسمع مسلسل او فهم ناسبة. فهنا مروة كانت بتحاول تخرج كل شيء من التلاجة. بتحاول لنها تكبر بزوجها اللي هو خالد قدام اخوه. لكن الاخ القذر ده اللي هو احمد فيه المعاملة او الود اللي بتظهره مروة ليه انها اعجاب بيه. وعلشان كده احمد فكر خايف برضه. خايف ومقلق برضه من مروة. راح يشترى خط جديد وبدأ ان هو يشغلها. يعني ايه؟ ده هي اول ما تشوفني بتتحق لي. ده لما يكون عندها اكلة حلوة بتقول لاخوه لجوزها. ما تجيب احمد اخوك يتغدى معانا او يتعشى معانا. لما يكون بس مع ماتش كورة او مباراة او ماتش مسارعة. لا ده بتقدم كل حاجة جميلة ويه لو البيت ما فوش حاجة بتنزل تشتير. لا ده هي معجبة بايه. طب حتى هي لو معجبة بيك يا اخي خل عندك عين وخل عندك دم. لو معجبة بيك افصل الحد حافظ على ارض اخوك وعلى شرف اخوك. لكن احمد ما عملش جده. احمد اشترى الخط بتاع التليفون بدأ يشغلها على الايه على الواتس اوب. يعني ان لك احمد متخوف حابتي ممكن تصديني ممكن تكون حاجة افترضية. طب ليه تجعل نفسك ان انت تتشكك في هذا الام. احمد بدأ يشغلها بقى. لو انت لابسة كزا وبتفل كزا وكنت يوم كزا في المكان الكزا ودفلتك بيت كزا وخرجت من. يعني كل تفاصيل حياتها بتنبعت لها على الواتس اوب. فهنا طبعا الزوجة شكت ان ده يكون حد متسلط عليه. حد مزقوق عليه. فحابت انها تجاريه علشان تعرف هو مين. قد يكون انها بتجاريه علشان تفصل القصة دي عشان ما تسبب لنفسها مشاكل. وده خطأ كبير جدا. اي زوجة تتحطي في موقف زي ده. المفروض يكون جوزك عارف بكل حال. سواء بقى اللي بيرخم عليك قريب بعيد معرفة او مش معرفة. يكون زوجك يقدر يتصرف. عشان ما ما تنتهيش القصة او الوقع بالجريمة اللي احنا شوفناها. طيب ايه اللي حصل بعد كده? بدأ التجاريه. فهنا احمد فكر بقى. بدأت تجاريني وبدأت تكلمني. وحب اشوفك. فطبعا انا كنت اعديها لمعاد واضحق عليها. وكان طبعا انا كنت انا اللي بكون واقف. وما كانتش بالشك فيها. طيب اللي حصل بعد كده عم احمد. قال انها فضلت تجاريني في الرسائل. وانا ما كنتش فاهم انها بتجاريني. علشان تعرف شخصيتي الحق ايه. اه. فضلت لحد ما اتأكدت انها ما تقدرش انها تعترف عليك. كلمتني اه صوت رسائل على الواتس اوب. عاوزة تعرف مين اشتاقتي لك مش عارف ايه. ايه لحد يوم الجريمة. طيب ايه اللي حصل يوم الجريمة بقى. انا اخويا شغلنا الجار باب وشباق. فطبعا يعني ساعات بيروح اه محافظات اه بعيدة وبدأ ما يرجع يعني وتاني يوم الصبح بيروح. فبيبات يوم او اتنين. علشان يعني ايه? يوفر لهم تعيشوا. فبيقول ان انا في يوم الواقعة خلاص كنت براسلها على الواتس اوب وعازة شرب شيء عندكم عازة تقول له تفضل. يعني ايه? يعني كانت فتحة الباب بتاعها هو غابي. هو مفكر انها فتحة الباب. علشان تكون عرضها وشرفها. لكن هي كانت عاوزة توصل لاي اوصاف لانسان اللي هو المبتز ده. خلاص انا جاي لك النهاردة بتاعها. طب انا جاي لك وطب خلق كزا وعملالك كزا وبتاعه. طبعا كله ده ده خطأ كبير جدا في حق الزوجات المفروض اي حاجة زوجك او ابوك او اخوك يكون على علم والطلاع باي حاجة تحصل لك. علشان ما توجهيش اه متهم او ما توجهيش شخص مجهول بالشكل ده. فانا طبعا احمد بيقول انا اتطمنت لها خالص فكان بتكلمني بانسا انت قعدت لسلنا على الواتس بالساعة وبالتنين. فقلت انها يعني ايه? هتبقى شمال. هتبقى يعني لقمة ايه طرية كده ان انا ايه? اقدر انول اه منها اللي انا عايزه. لانها كانت يعني اه عروسة وكانت جميلة مهتمية بنفسها حبيتين. احمد بيقول انا خبطت على البن. مين? انا احمد. فانا كنت داخل عشان اقعد معها وصريحة وقولها انا اللي بعكسك على الواتس احمد. وبالفعل دخل احمد. هنا طبعا اتقفل الباب. اه تبتشرب ايه? تاكل ايه? مش عارب ايه? فاتطمت بزيادة عن اللازم. لانه كان متافق معا انه هيجي لها البيت. يعني ايه وراها نفسه يعني. فانا طبعا بدأ يقول لها ايه? انا ايه? ايه بكلمك على الواتس. فطبعا هو كان حاطف في دماغه بقى ايه? ان انا ما تقول له ايه انا اللي بكلمك على الواتس. هتقوم بقى ايه? طعامك وتاخضب الحضن ومش عارف ايه? لا اع ربط غريب جدا من العروس. انها بسقت في وشه. ايوه! زي ما اقول لكم كده بالفلاح اتفت في وشه وقامت لطشاط جزء لام. فانا طبعا بدأ ان هو يعني مش يصدق اللي بيحصل بها. هي دي اللي بتكلمني. ده هي دي اللي كان بتكلم حد غريب. طبعا انا اولى من الغريب. وانا قامت ضربها جزء لام. وقام هو بدأ ان هو يعني يعتاد عليها. هديدته انها هتفضحه وتقول له اخوه خاني. علشان احمد يسيب المكان ويروح لشاقته. لان طبعا خالد وزوجته مره وكانوا قاعدين في الدور التاني. وهدي قاعد في الدور الاول هدي. هنا طبعا قافلت الباب وراه. ونزل جاب فرد خرطوش وحطه فيه داخل ملابسه يعني. وطلع تاني يخبط تاني بعدها بعشرة داعي. بعد ما فكر انه خلاص عينها حياة مره. خبط تاني. هنا مره افتكرت ان جزء خالد هو اللي جه. علشان كده فتحت له السرعة. هنا طبعا اول ما فتحته دخل عليها بدأت انها تسرخ تاني. طبعا يعني البيت بتاعها يعني كان بعيد شوية عن المساكن في اطراف الشارع كده يعني. فهنا طبعا بدأت تهدده مرة تانية. هو بقى ما ادهاش فرصة انها تهدده. اه اخرى الالة اللي معاه. اللي هي الفرد الخرطوش ده. وده يتسبب لها طلقتين واحدة في الراس واحدة في السطر. بعد كده سبها مكانها. فضت روحها. اتأكل انها ماتت. افل الباب ونزلت تاني. من غير بقى عنف في اه مداخل او مخارج اللي شقة. ونزل تحت. وانتظر انه خالد يجي من شغل. طبعا متراقب الوضع قعد قدام البيت. قام استنظر بها خالد ان هو يجي علشان يعني ايه اه يحسس خالد كده ان هو مالوش في الايه في القصة دي كلها. لحد ما خالد ما جاء طلع فتح الشقة اراني الجرس الاول اه مروة ما بتردش. فتح الباب. فتح الباب. يا دوبك فتحوا كده. ولقى منظر ربنا ما يكتوب على اي حد. مرته متورفية. بدأ ان هو يصرخ. بدأ ان هو يولون الجنان الجماعات كان اول حد فيه مصرح الكريمة او في محل الواقع. هو احمد ذاته. خير يا خالد بتاع فيه خير يا خالد بتضرب مراتك ليه? قال له انا ما اضربش مرات ان امراتي ماتت. يا ترى مين? هنا طبعا الجران كلها الجماعات وحاول زوجه ان هو يشيل زوجته ويخرج بها لاقرب مستشفى لكن خلاص يعني جسمها تلج وانيها يعني اه ربنا يا رب ما يكتب على اي حد. وانا طبعا احمد اللي قال له مراتك ماتت يا خالد. البقاء اول الله. هنا طبعا اهلها تجمعوا وشباب بالشارع وبدأ انه يتصلوا بالجهات الامنية. اللي حضر في التول لحظة. وانا طبعا تم تغطية الجسمان. وطبعا استدعاء بالطب الشرعي والمعمل الفني. وتم اه تحويل الجسمان لاقرب مستشفى اللي هي المشروع اللي حين تشريحها ويعرفوا سبب الوفاء. وبدأت هنا مرحلة جديدة من رجال المباحث يا ترى من الموت مروة. طبعا بده ان هما يبحثوا عن مشاكل وخلافات مروة ومشاكل وخلافات زوجة خالد. وانا طبعا يعني احنا عارفين ان اي زوجة بتتوفق. طبعا اول الحد وبالشور ليه من الاتهام هو الزوج. الزوج مفيش خلافات. العلاقة كانت طيبة من بينهم هما الاتنين. طيب هل بقى الزوجة لها علاقات مع حد? او او او. الحاجات ده كلها طالت ممسوحها بقى استيك. طبعا يا طرى الباب. الشباب. مفيش اثار عم في عدعان. من اللي دخل? من اللي طالع? تفريغ كاميرات ما قدروش انهم ما يوصلوا لاي حد. لان ولا فيه حد غريب دخل. ولا حد غريب خرج من البيت. بدأ اصابع الاتهام تشور للزوج وشقيق الزوج. ضغط الزوج اثبت من خلال وجوده بقى عند زبون يعني ان هو شغاله وبقى له اكتر من سبع تمنى ساعات في الشغل. والوفاة حصلت بعد ما الزوج ما كانش موجود فيه. فهنا طبعا عصب الاتهام بدأت تشلمي لشقيق الزوج. طيب تم التحفز طبعا بحضور المعمل الفن على المقتنات بتاع الشئة لحد ما وصلوا ليه التليفون. التليفون كان عليه باسورد. زي ما احنا متعودين يعني. لكن الجهات النيابية قدرت انها تفتح الباسورد بتاع التليفون وشافوا الرسائل دي وكلها لكن مع شخص غريب. يا طرح هو مين? اللي بيقولها على مواصفات الاكل والشرب واللبس والمشاوير العوجية. يا طرح مين اللي عمل كده في مروة. زوجها? طب زوجها كان في الشغل. هيجي من الشغل يقتنى بيرجع تاني والناس كلها شاهدة ان الزوج طالعها الصبح مرجع شغل اخر النهار. خلاص. بقى كده دلوقتي اصابة لتأمك تشورش غير ليه شقيق الزوج. ايه اللي انقر في ايه? في البداية. لكن من خلال تحفز النيابة العامة عليه تم الاستدلال بصاحب المحل. احنا بنقول لها حالوك ما بيش حق بموت وراء مطالب. يعني في قضية كلنا منتكلمين آآ عليها امس آآ وصلوا للقاتل او الجاني من خلال فردة شبشب. من خلال فردة شبشب عرفوا هي ادعى عن مين او من الاشتراع. فالنهاردة في حاجات كتيرة او ممكن تخيل علينا احنا. وما تجيش في دماغنا. لكن موجودة عند الناس اللي تعلمت والناس اللي تقابت والناس اللي آآ فات علىها اكتر من عدد كبير جدا من الجرائم. فهنا طبعا اول ما وصلوا لخط خلاص المنتاكم اخوضت على اعتقافة التركية النيابة العامة واحنا عالفين بقى سو기는 التحليبات ما بيقودش بالاسبوع يا جماعة. لا ده بنواة حدوث الكريمة خلاص. ومن وقت الابلاق عنها. بدون ان هما يوصلوا لي صاحب المحل آآ 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 التقام. طب الرقم ده خلاص بقى وبقى الرقم اللي بيرسينها موجود. طب الرقم ده ما اتبعش من عندك آآ 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 آ� متاع. لمين? ده باستنى ما دور على صورة البطاقة. طلع صورة البطاقة وعرف ان احمد شقيق خالد اللي هو من مركز اطفيح محافظة الجهزة هو اللي شارك الخط ده. وده كان ايه بقى? عيانا بيانا كده ده اكبر دليل ادانة على المتهم احمد. اللي اعترف ونهار او ما تواجه بصاحب السنترال او صاحب محل بها الخطوط خلاص بها الخط ده هي لزمك وانت بتكلم منه. خلاص اعترف ونهار وقال انا اخطأت في حق اخويا قبل ما اكون اخطأت الحق او زوجته. انا اللي ده انست اشاركه كنت افكر انها ست غلعبان او ست اه شمال او 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 فحاولت ان انا اسهلها. وعلشان كده انا كنت متحفز ان انا اجيب خط جديد واكلمها منه. طبعا اعترف اتراض تفصيلية ومس الجريمة واحد الى المحكمة الجنائية. اللي اقرد بازدال السطار بحكم الاعدام عن احمد. خلاص. ركب الايه? ركب المرجحة. طبعا. احنا وصلنا كده لنهاية الفيديو. فوجب علينا ان احنا اقدم لحراركم ايه? النصايح والموازن احنا نتعلم الاخطاء اللي هي. نصيحة لكل زوجة. نصيحة لكل زوجة. حتى انت لو اخطأتي. حتى انت لو يعني كنت على بداية الطريق. فاكيد يعني ان نأتي متاخرين خيرا من قل نأتي. يعني ايه? ده ده رجل ابتزك. هي خافت بقى انها ممكن تكون ردت عليها برسالة او اتنين زوجها اه يعني يشك فيها. لا ما تشكيش. عرف جزك بكل حاجة. علشان يكون هو معيار للمزال. يقدر يتحكم. يقدر يتصرف. احنا لو حتى لو حصل اه ضرق حتى لو حصل ابتزاز او اي حاجة. يقدر يتحكم في كل شيء. فاحنا طبعا يعني الله يرحمها هي بضر الحق او احنا بضر البطن ربنا ارحمها. واكيد حق اهرج علها في الدنيا ولسه في الاخرى ان شاء الله. لكن نصيح لكل زوج. او اتعرضت لموقف زي ده ابتزاز او حد لقت صورة بدون قصد اه منك او او اي حاجة. حد خد صورة وغيرها او عملها. ما تحاوليش ان انت تحل المشكلة الواحدة. ليه? لان انا يعني انا يعني على على قد ثقة في عقول السيدات بس مش هتقدروا تحلوا زي من الرجال هتتدخل زي من الرجال هتكون حق تصدر اي مبتزة او اي متهم او اي جاني انه ممكن ينتز اي سيدة. فبلاش ان انتو تعتمد على نسوقهم في حل المشكلات. لأ تعرف اخوتي تعرف ابوتي تعرفي جوزك. فأكيد المشكلة في منباتها كده هتكون سهلة الحل. ربنا الحمى. وكده القاتل خد حقه وخد اه نصيبه وجزاهه. ويريد تكون النصايح بتاعتنا في المضمون. دورتوني وجد وشارتوني كان معكم اخوكم مجد الابلاوي. ولو وصلت معنا نهاية الفيديو ده. ما تنسوا لشتركوا لايك وتفعيل الجرس كمان بنحبكم في الله ونحبكم لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.